مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع السيد إيمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية سيد الرئيس أهلا بكم Bonjour Monsieur le Président Bonjour à vous, bienvenue Merci d'accord pour vous, c'est un intervue à la Gézire La France l'a été 3 fois en 2 semaines A conflant Saint-Honorin dans une col A Nys dans une église Merci d'être là et vous avez raison de rappeler que شكرا على حضوركم أنت على حق إذ تذكر أن بلدنا قد تعرض لثلاث ضربات إرهابية قام بها متطرفون عنفون فعلوا ذلك بتحويل وتحريف الإسلام بأعمال صدمت وجرحت الشعب الفرنسي قطع رأس أستاذي لأنه كان يعلم بحرية وفي نيس يوم الخميس في كنيسة نوتردام قطع رأسي شخصين والهجوم بسكين على شخص ثالث فرنسا اليوم هي تحت صدمة العمليات الإرهابية وهناك شعور بالحزن والوحدة والغضب أيضا وللمرة الأولى بينما نحن ما زلنا نعيش وقع هذه العملية الإرهابية هناك ردود فعل قوية جدا وعلى الساحة الدولية للهجوم على فرنسا على أساس الكثير من سوء الفهم ولهذا السبب أردت أن أزيل سوء الفهم بما في ذلك معكم لأني تابعت ما كان هناك على وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لكم وعلى قناتكم وأعتقد أنه يجب إزالة الكثير من سوء الفهم وإن سمحتم لي كلمة الأولى أتوجه بها للفرنسيين الكاثوليك لأنهم بالأمس تعرضوا لجرح عميق جدا أريد أن أعبر لهم عن دعمنا وحماية الجمهورية منذ بضع دقائق كنت في اتصال مع قداسة البابا لأتحدث عن هذا الموضوع ثم وبشكل أعم أريد أن أكرر أن فرنسا بلد حريص على حرية المعتقد وعلى ما يسمى غالبا بالعلمانية هذه الكلمة المعقدة جدا والتي تثير الكثير من سوء الفهم والذي آمل أن نزيله اليوم أذكر أنها تعني حرية الإيمان أو عدم الإيمان وهذا يجعل من فرنسا بلدا نريد أن يكون فيه لكل مواطن أيًا كان دينه نفس الحقوق السياسية والمدنية أيًا كان دينه أن يكون مجتمعا يعيش مع كل الديانات التي تعيش فيه وهذا شيء هام إن الترفع عن الحياة الدنيا له أيضا مكانة في المجتمع والدولة عليها أن تضمن هذا الحق للجميع وما أريد أن أقوله وعكس الكثير مما سمعته في الأيام الماضية هو أن بلدنا بلد ليس لديه مشكلة مع أي ديانة في العالم لأن كل الديانات تمارس بحرية في بلدنا بالنسبة للفرنسيين المسلمين كما للمواطنين في كل أنحاء العالم الذين يدينون بالإسلام أريد أن أقول لهم إن فرنسا يمارس فيها الإسلام بكل حرية وليس هناك من وصم أو تفضيح كل هذا خطأ وكل ما يقال خطأ ونحن بلد رسالته العالمية هو أن يكون حريصا على السلام والقدرة على العيش مهما كان دين المرء هناك أشياء كثيرة خاطئة قيلت وأريد هنا أن أوجه رسالة حزم ضد الإرهاب ضد كل المتطرفين العنيفين وأيضا في نفس الوقت رسالة سلام ووحدة ورسالة قول الحقيقة هذا هو هدف الرئيسي من حديثي معكم اليوم علما بأن المسلمين هم أول من يعاني من هذا العنف لا بل أول من يدفع ثمنه بالنسبة للرسوم الكاريكاتورية التي نشرت في فرنسا عدة مرات هذه الرسوم التي ترسم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون في كل مرة يشعرون بأنهم جرحوا ويصدمون وأحيانا يشعرون بأنهم غير مفهومين أو متفهمين بالأحرى إلى أي حد أو كيف أن تأخذ في الاعتبار مشاعر المسلمين تعودون ونبدأ بسوء فهم حدث في الأسابيع الماضية كان مصدر الكثير من التلعب لو كنت قاسيا فيما يتعلق بالكاريكاتيرات وهذا ليس موضوعا جديدا أذكر أنه منذ أكثر من 15 عاما كان هناك جدل مروع مع الدانيمارك ودعمته فرنسا أنذاك واليوم الجدل مع فرنسا وبلدنا له تاريخه وتاريخ بلدنا هو أنه بنى الشأن العامة أو المصلحة العامة بإخراجها من الدين نوعا ما وهذا ما يسمى غالبا بالعلمانية لأن فرنسا كان لها تاريخ أولا مع الديانة الكاثوليكية لقد سنينا قوانيننا وهي ثمرة فكر عصر التنويع وهي منذ نهاية القرن الثامن عشر وبطريقة غير منقطعة منذ نهاية القرن التاسع عشر قوانيننا منبثقة من الشعب الفرنسي هذا الشعب ذو السيادة وفي قوانيننا ومبادئنا وحقوقنا هناك حريات لكل فرد حرية المعتقد التي تحدث عنها والتي ندافع عنها والتي تمارس في بلدنا ولكن أيضا حرية الضمير وحرية التعبير وهذا يعني أنه في بلدنا في فرنسا أي صحفي يمكن أن يعبر عن رأيه بحرية عن رئيس الجمهورية والحكومة والأغلبية السياسية أو الأقلية وكل أنحاء العالم في حرية التعبير هذه هناك أيضا إمكانية الرسم والرسم الساخري أو الكاريكاتير هذا هو قانون وهو يأتي من بعيد من نهاية القرن التاسع عشر ومن الهام أن ندافع عنه لأن هذا هو القانون الذي يريده الشعب الفرنسي ونحن في بلد ذي سيادة هذا القانون أدى إلى أن تكون هناك كاريكاتورات في الصحف وهنا أيضا لنا تاريخ هذه الكاريكاتورات سخرت من الزعماء السياسيين وأنا على رأسهم وهذا شيء طبيعي وقد سخرت من الكثير من الديانات من كل الديانات وعندما نتكلم عن الكاريكاتير أريدك أن تعلم أن الكثير من الصحف وشارلي إبدو بما أنه كان هناك كلام كثير عن هذه المجلة قبل كل شيء بدأت برسم كاريكاتورات عن إله المسيحيين وكاريكاتورات عن الديانة اليهودية وعن الحخامات إلى آخر واليوم منذ عدة سنوات نعم هم يرسمون كاريكاتورات عن النبي وكاريكاتورات عن الإسلام وأنا أفهم المشاعر التي يثيرها ذلك وأحترمها ولكن أريد أن تفهم دوري دوري هنا أن أهدئ الأمور كما أفعل ولكن دوري في نفس الوقت هو أن أحمي هذه الحقوق هناك فارق هام يجب على كل المسلمين الذين صدموا أن يفهموه السؤال ليس أن نعرف إذا كانت فرنسا وممثلها رئيس الجمهورية ترسم كاريكاتورات أو تدعمها ليس هذا هو الموضوع لأن الصحافة حرة هذه ليست صحفاً رسمية الحكومة الفرنسية لا ترسم الكاريكاتورات السؤال هو هل رئيس الجمهورية في فرنسا موافق على إلغاء هذا الحق الجواب هو لا هذا حق من حقوق الشعب الفرنسي ويتعلق بالكل وبالتالي ما هو هام علي أن أحافظ على هذه الحرية ولكن أريد أيضاً أن تجري الأمور باحترام كل فرد ولكن هذه الحرية هامة حتى أني لا أتفق مع الهدف من هذه الكاريكاتورات إلا أني هنا أحمي من رسمها هذا حق يمارس في فرنسا وبالتالي الكثير من الأشياء التي قيلت في الأسابيع الماضية عن هذه الكاريكاتورات يمكن أن ندينها وهذا شيء جيد صحيح أن هناك أناساً يمكن أن يفعلوا ذلك في فرنسا وفي دول أخرى حريصة على حرية التعبير أرى أنه من الطبيعي أن يكون هناك أناس يردون ويقولون نحن لا نوافق لكن هناك شيئان لا يمكن أن نقبلهما أولاً الخلط الذي قامت به الكثير من وسائل الإعلام وأحياناً القادة السياسيين والدينيين الخلط الذي يوحي بأن هذه الكاريكاتورات هي مشروع الحكومة الفرنسية أو رئيس الجمهورية الفرنسي أو منبثقة عن الحكومة الفرنسية أو رئيس الجمهورية الفرنسية لا أنا هنا للحفاظ على هذا الحق وسوف أحافظ عليه دوماً ولكن هناك أناس يمارسون هذا الحق هذا هو الأمر الواقع والشيء الثاني هو أن يبرر أي عنف بشكل مباشر أو غير مباشر العنف باسم رد الفعل ذلك أنا لست أخصائياً في اللاهوت أو علم الدين ولكني لم أفهم أن الإسلام يبرر أو يعطي طابعاً شرعياً للجوء للعنف أي كان إذن لست أخصائياً في الدين ولكني لم أفهم أبداً أن الإسلام يشرع أو يدعم اللجوء إلى أي عنف كان وبالتالي أفهم وأحترم أن يزدم المرء بهذه الكاريكاتورات ولكني لن أقبل أبداً أن يبرر العنف الجسدي بهذه الكاريكاتورات وسأدافع دوماً في بلدي عن حرية القول والكتابة والفكر والرسم هذا لا يعني أني أدعم شخصياً كل ما يقال وكل ما يفكر به وكل ما يرسم سيادة الرئيس أنقل إليكم الأسئلة التي تطرح من حين لآخر في العالم العربي وفي العالم الإسلامي عموماً بالاستناد إلى بعض تصريحاتكم ففي خطابكم الأخير خلال حفل تأبين الأستاذ الذي قتل سامويل باتي صرحتم وأقتبسوا حرفياً نحن لن نتخلى أبداً عن الكاريكاتور ولا الرسوم حتى لو تراجع آخرون نهاية الاقتباس هذا الحزم يقوم على حرية التعبير ولكن هكذا للوهلة الأولى ينظر إليه على أنه نوع من التحدي وعدم الاعتبار لمشاعر المسلمين كيف يمكن التقييم ذلك هذا ما فسرته لكم للتو ولكن قبل كل شيء الجملة التي ذكرتها وأشكرك لأنك ذكرتها حرفياً كانت هناك ترجمات قامت بها الكثير من وسائل الإعلام في العالم العربي ورأيتها على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة ووضعوا على لساني الكلام التالي وأقتبس أنني أدعم الكاريكاتورات التي تهن النبي أنا لم أقل ذلك أبداً أولاً لأن هذه الكاريكاتورات وهذا هام لكل المسلمين الذين يسمعونني تطال كل الديانات كلها ليس هناك كاريكاتورات موجهة ضد دين دون دين آخر وهي أيضاً تطال كل الزعماء الشيء الثاني قلت إنني أحمي هذا الحق لأن هذا دوري وأعتبر أنه في المجتمع يجب أن نقبل ونحمي احترام كل فرض ولكن ليس لي أنا كرئيس جمهورية أن أقلل من هذا الحق لأن البعض يصدم هذا ما أريد أن تفهموه لأنني لو فعلت فسأقيم بذلك في بلدي نوعاً من النظام الأخلاقي أو الديني وبذلك أقول للناس الذين يكتبون أو يرسمون لا يحق لكم أن تقولوا ذلك لأن هذا يصدم البعض وشيئاً فشيئاً تضيق مساحة حرية التعبير لأن تصبح حيزاً لا يتكلم فيه الناس مع بعضهم البعض هذه صعوبة مشروعنا الجماعي وهذا المشروع الذي هو مشروع عصر التنوير والقيم التي نجملها ليست فقط في أن نتعايش أي نعيش جنباً إلى جنب ولكن أن نقبل أن يعلق بعضنا على بعض بالهدوء وبالاحترام وأيضاً أحياناً أن نسخر من بعضنا البعض أياً كان ديننا وأياً كانت فلسفتنا ولكن أن نفعل ذلك في إطار من الاحترام وفي إطار من الحوار السلمي وفي إطار سلمي بالنسبة للجملة التي ذكرتها ردود الفعل في العالم الإسلامي على ما أعتقد كان مرضها للكثير من الأكاذيب وللتحريف الذي تكلمت عنه ولأن الناس فهموا أني أنا مؤيد لهذه الكاريكاتورات وأريد أن أقول ليس هذا هو الموضوع أنا أؤيد أن يتمكن المرء أن يكتب وأن يفكر ويرسم بحرية في بلدي لأن هذا هام هذا حق هذه حريتنا أنا أفهم أن هذا قد يصدم البعض أحترم ذلك ولكن يجب أن نتكلم عن هذا الموضوع يجب الحديث عن هذا الموضوع يجب بناء فضاء من الاحترام المتبادل وأنا أعتقد أن الحل ليس في أن نمنع هذا الحل والحل ليس في أن نبرر العنف بالصدمة التي يشعر بها البعض بالنسبة للكاريكاتورات طبعا هذا الموضوع يبقى على الصفحات الأولى من الصحف ويتصدر الأحداث والمسلمون ضد رسم النبي موسى أو المسيح أو مريم العذراء ولكنهم يلاحظون أن الرسوم والكاريكاتورات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام تتكرر بسهولة النشر السهل وإعادة النشر سهلة هذا التكرار كما لو أن الأسهل أن ترسم كاريكاتورات عن نبي الإسلام أكثر من أي شخص آخر لا لا قلت لك أولا إذا نظرت إلى حقيقة الأمور هذا خطأ هذا غير صحيح الكاثوليك في بلدنا صدموا كثيرا في كثير من الأحيان لما رأوه وأعرف أن اليهود أيضا قد صدموا ولهذا يجب أن نتناقش في هذه المواضيع تعرف عندما يمسك الأمر ولا أتكلم هنا عن الكاريكاتورات التي تتعلق بدين ولكن كزعيم قد يرضيك هذا قد لا يروق كذلك ولكن كون شيء لا يرضيك أو يصدمك لا يبرر العنف مرة أخرى ولكني لا أقبل فكرة أن يكون هناك أي شكل من أشكال الوصم أو التفضيح هذا خطأ وأريد أيضا أن أشدد على أن حرية التعبير شيء أكبر بكثير من مجرد كاريكاتور وهي أمر واقع إذن أعتقد أنه لا يجب أن نقع في نوع من الاستفزاز والاستفزاز المضاد وقد أردت أن أقول حقيقة الأمور هذه الرسوم رسمت في فرنسا وقانون الإسلام لا يطبق في فرنسا بل قانون الشعب الفرنسي ذي السيادة وهو الذي يقرره هذه القوانين آتية من القرن التاسع عشر ثم من أنا لأقول لهم إن هناك دينا يواجه مشكلة مع هذا الرسم أو هذه الكلمة فيجب أن أمنعها لا يمكنني فعل ذلك وليس هذا دوري وبالتالي ما أريده هو أن نعمل معا لذلك هذه الرسالة أنا أريد أن أزل الأكاذيب واللبس وأريد أن أقول لكل المسلمين هناك في بلدانكم أشياء لا تعجب أو لا ترضي دينات أخرى أو مواطني بلدي مثلا هل يهاجمونكم لأن هذه الأمور لا ترقهم أو لا ترضيهم أو لأنها تصدمهم لا يجب أن نتعلم أن نتعرف على بعضنا البعض أن نفهم من أين أتت قوانيننا ومن أين أتت عاداتنا ولكن في هذه الكاريكاتورات في حرية التعبير هذه ليس هناك أي شيء موجه ضد دين بعينه وخاصة ضد الإسلام ولكن هناك الشيء الهام في بلدنا وكثير من البلدان أرى ذلك بحزن الكثير من دول العالم قد تخلت عن حرية التعبير في العقود الماضية لأنه كان هناك جدل وبسبب الخوف وبسبب الفوضى فوضى ردود الفعل وبالتالي هناك نوع من تقييد حرية الرسم والنقاش وأحيانا الاستفزاز وأعتقد أن هذا خطير على حريتنا جميعا وبالتالي أنت تؤمن بشيء وأنا رئيس الجمهورية الفرنسية أحترم كل المواطنين الفرنسيين وكل مواطني العالم أيا كان دينهم وأنا حريص على هذا الاحترام ولكن أريدك أن تفهم ما هي ممارسة هذه الحرية الموجودة في فرنسا وفي دول أخرى وعلامة من علامات احترامه هي أن نعامل المسلمين كما نعامل كل الديانات الأخرى ومحاولة إيجاد هذا الفضاء من الاحترام الذي يقبل المزاح علي أن أقول عندما تكون الأمور صادمة للبعض ولكن ليس لي أن أمنعها أو أقيدها ولكن علي أن أتكلم عنها غالبا عندما نتكلم عن الإسلام في فرنسا يذكر المسلمون معادات السامية ويتساءلون لماذا هناك قوانين تجرم معادات السامية لماذا هناك قوانين تغلق باب النقاش عن بعض الوقاع التاريخية نعم أؤكد لك ذلك أليس هناك إمكانية لسن قوانين لحماية رموزهم المقدسة؟ أنت تخلط بين أمرين التاريخ واحترام الشعوب فيما بينها والديانات فرنسا تكافح معادة السامية والعنصرية بكل أشكالها ومعادة السامية بصفتها هجوما ومهاجمة أو حقدا على شعب ما وكل شعوب إذن فرنسا تكافح معادة السامية والعنصرية بكل أشكالها ومعادة السامية والعنصرية في فرنسا أمور نكافحها ويمنعها القانون وليس هناك فقط معادة السامية وخطأ قول ذلك بل كل أشكال العنصرية مدانة وممنوعة قانونيا ولكن بنفس الطريقة وكما في فرنسا يحق للمرء أن يرسم الكاريكاتور لنعود إلى ما قلنا ألفا أن ينتقد الديانة اليهودية كما ينتقد كل الديانات إذن ليس هناك من كيل بمكيالين هذا غير صحيح وخطأ فهناك في فرنسا قانون يعاقب مراجعة التاريخ لأن الكثير من الناس بنوا معادة السامية على نكران المحرقة هذا واقع تاريخي ولكن في فرنسا نحن لا نواكب فقط واقعا تاريخيا ابحثوا في دول أخرى عن رفض الإقرار أو الاعتراف أو رؤية هذه المجزرة أو مجزرة الإبادة أو تلك أو تعليم هذا الحدث التاريخي أو ذاك هذا لا يحصل في فرنسا نحن نعترف بالأمور بما في ذلك الجرائم التي ارتكبناها أذكر منذ 25 عاما الرئيس جاك شيراك اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية بالنسبة للحرب العالمية الثانية وما حصل فيها ونحن أيضا اعترفنا بما تم القيام به من العبودية والاستعمار إذن فرنسا تنظر إلى حقيقة تاريخها ولكنها تريد أن ينظر كل شخص إلى حقيقة التاريخ وأن لا يتغذى الحقد من التاريخ المراجع أو المصحح أو المحرف أو المحور أو الخطأ الحكومة ليست هي التي تكتب التاريخ بل المؤرخون وهنا أيضا من الهام أن نقضي على بعض الأكاذيب أو نصححها فالقانون في فرنسا يكافح كل أشكال العنصرية ومعادات السامية هل يعني ذلك أن هذه الأمور غير موجودة؟ لا هي موجودة وهي آفة مروعة ونحن نكافع هذه الآفة طلبت من الحكومة أن تفعل أكثر وأكثر في هذا المجال منذ بداية رئاستي ولكن الرؤساء السابقين لي أيا كانت آراءهم السياسية فعلوا ذلك أيضا لأنه حصل عنف كثير بحق اليهود في فرنسا في السنوات الماضية هناك أعمال ارتكبت باسم العنصرية ومرفوضة تماما نحن نكافح بنفس الطريقة كل هذه العمال وكما قلت هناك إمكانية انتقاد أو نقد الديانات ثم هناك الأعمال التي يفعلها البعض ضد بعض الديانات وهنا سوف أكون واضحا جدا أعتقد أننا لا نتهون أبدا في مثل هذه الأمور واليوم في فرنسا في هذه اللحظة التي أتكلم فيها معكم هناك أناس يرتكبون أفعالا ضد المسلمين لأنهم مسلمون وضد الكاثوليك لأنهم كاثوليك وضد البروتستانت لأنهم بروتستانت وضد اليهود لأنهم يهود إلى آخره بعد الانتقادات التي وجهت لفرنسا في الأسبوع الماضي هناك حملة مقاطعة ما هو رد فعلكم على هذه الحملة؟ هذا شيء غير لاعق وندينه وأدينه ولكن هذه الحملة هي من فعل بعض المجموعات الخاصة لأنهم لم يفهموا والسند إلى الأكاذيب حول الكاريكاتورات وأحيانا هي من فعل بعض الزعماء الآخرين وهذا أمر غير مقبول لأنكم تفهمون ما يحصل في موضوع الكاريكاتورات لأن في فرنسا وهو بلد ذو سيادة فإن القانون الذي يريده الشعب ذو السيادة هو الذي يطبق وأنا صدرت عني تصريحات لتهديئة الأوضاع وأقول إنني لن أتخلى عن هذا الحق لأن هذا يكون ضد الدستور ويعتبر خسارة مروعة لنا في سيادتنا والناس يخلطون بين هذه المواقف ودعم الكاريكاتورات وبالتالي يهاجمون بلدنا وأنا أقول أيضا للكثير من الزعماء إن الصحافة حرة في فرنسا وفي الكثير من الدول التي نادت بالمقاطعة لم تعد هناك صحافة حرة يعني أنه ليس هناك إمكانية رسم كاريكاتور ليس فقط للنبي أو الله أو موسى أو أي شخص آخر وأحيانا يرسم الرسام رسما عن زعيم أجنبي وليس عن زعيم البلد الذي يعيش فيه لأنهم كسروا أيض رسام الكاريكاتور لأنهم قتلوا الصحفيين أو وضعوا الصحفيين في السجون هذا ليس هو الحال في فرنسا وبالتالي عندما تقول صحيفة ما شيئا فهذا ليس موقف الحكومة واتخاذوا قرار بمقاطعة بلد ومقاطعة شعب لأن الصحيفة كتبت شيئا هذا جنوني هذا فقط محاولة لنقل ما يصح في بعض الدول ولكنه لا يصح في بلدنا ولا يصح في العالم الحر لأن كلمة الصحافي ليست كلمة دعاية وبروباغاندا فلم يعد عندنا دعاية وهذا مصدر ارتياح بنسبة لي هل تخشون انعكاسات على الرعاية والشركات في الخارج؟ أعتقد أن كل الزعماء السياسيين والدينيين الذين لا يدينون بوضوح تام أي شكل من أشكال العنف بحق فرنسا التي هي بلد الحرية والتنوير إنما يتحملون مسؤولية أحيانا مباشرة وأحيانا غير مباشرة للعنف الذي قد يرتكب بحق الفرنسيين في فرنسا أو في الخارج ولهذا السبب مع رسالة الصداقة والتهدئة اليوم أريد أن أوجه نداء للمسؤولين في الأيام الأخيرة رأيت أناس كثيرين يقولون أشياء غير مقبولة أبدا عن فرنسا ويؤكدون كل الأكذيب التي قيلت عنها وعما كان مفروضا أنني قلته وأن يصبحوا متواطئين مع الأسوأ تعرف؟ أريدك أن تفهم ماذا نفعل نحن في فرنسا من عدة سنوات نكافح الإرهاب بقوة لقد أودي بحياتي أكثر من 300 مواطن فرنسي وأحيانا بحياة أجانب يعيشون على أراضينا هذا الإرهاب الذي مورس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين في العالم أنت قلت ذلك منذ لحظة تعرف؟ عندما ننظر في الأرقام المقبولة اليوم إذا أخذنا آخر 40 سنة في العالم نجد أن أكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين وعندما تختطف الفتيات في نيجيريا من قبل مجموعات باسم الإسلام وهن فتيات المسلمات عندما يقصف مستشفى توليد يمكنني أن أذكر العشرات من الأمثلة المسلمون هم أول الضحايا الإرهاب الذي يرتكب باسم الإسلام هذا الإرهاب ضربنا على أرضنا ثم هناك فئة ثانية قررت أن أكافحها وهنا كان سوء فهم بسبب مشكلة في الترجمة هذا ما نسميه في فرنسا الإسلام المتطرف ماذا يعني ذلك؟ هم المتطرفون العنيفون الذين يحورون الدين ويرتكبون العنف داخل الإسلام وفسروا أو فسر هذا الكفاح الذي أقوده على أنه كفاح ضد الإسلام لا على العكس ففرنسا فيها الملايين من المواطنين دينهم الإسلام أنا لا أكافحهم فهم مواطنون كامل المواطنة يريدون العيش بسلام ونحن لدينا دول صديقة في كل أنحاء العالم الدين الأغلبية فيها هو الإسلام ولكن اليوم فإن المتطرفين العنيفين يرتكبون الأسوأ باسم الإسلام ويحرفون الإسلام يخرجون الأطفال من المدارس ويلقنونهم أو يقولبون أدمغتهم ويبررون العنف على أرضنا في فرنسا هم يتصلون بمجموعات في الخارج وبالتالي منذ ثلاث سنوات بدأنا نعمل بقوة لمحاولة تقليص سيطرتهم لحماية الشعب ولحماية المسلمين الفرنسيين ينمو لديهم شعور قد يكون ضارا وبما أن كل هذا يتم باسم دين ينشأ سوء الفهم هذا ما أعدت التأكيد عليه في خطابي في لومور بداية أكتوبر وهو تصميمي على مشروع قانون سموه الانفصالية ولكن أريد أن أزيل لبسا وهو أنه مشروع قانون مكافحة هذه المجموعات وهؤلاء الأشخاص والمتطرفون العنيفون الذين يعملون باسم الإسلام وهدفنا هو حماية الفرنسيات والفرنسيين وبشكل أعام كل المسلمين ماذا سنفعل إذن؟ سوف نمنعهم من عدم إدخال الأطفاء إلى مدارسهم سوف نمنع وصول التمويلات التي تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم الإرهابية وسوف نقيم شفافية مالية وقبل كل شيء سوف نتأكد أن أي شخص مهما كان دينه قلت أي شخص مهما كان دينه يحترم قواننا الجمهورية وهذا شيء أساسي وهذا ما نفعله الآن وأنا أريد الفصل بين هؤلاء المتطرفين الذين يرتكبون الأسوأ أحياناً في خطابات معقدة وخطيرة أفصل بينهم وبين المسلمين وفي الأسبوع الماضية في كل أنحاء العالم الإسلامي حاول البعض أن يخلط بين هذين الأمرين وأن يحرف كلامي وأن يوحي بأني أكذب وقال إن رئيس الجمهورية الفرنسية وبالتالي فرنسا عندها مشكلة مع الإسلام لا ليس لدينا أي مشكلة مع الإسلام أبداً تاريخنا الفكري والثقافي له علاقات وروابط وثيقة مع الإسلام نحن إحدى أول الدول التي ترجمت القرآن في سوربون في فرنسا منذ القرن السابع عشر يترجمون القرآن ويعلمونه وهناك الكثير من النقاشات الهامة التي اظهرت في الجامعة ونحن إحدى أولى الدول التي فتحت في قلب عاصمتها جامعاً رائعاً هو مسجد باريس الكبير واسألوا الممثلين الدينيين رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعمدوا مسجد باريس يقولان لكما نفس ما قلته الآن وبالتالي معركتنا هي معركة من أجل أجيالنا هي معركة ضد الإرهاب ضد التطرف العنيف وضد كل الخطابات التي تبرر هذا العنف باسم الإسلام هي معركة لحماية مواطنين في كل أنحاء العالم أين كان دينهم بما في ذلك المسلمون لكن لن تحاولون من أجل أجلنا في كل مدينة العالم ومعركة لهم ومعركة لهم ومعركة لهم ومعركة لهم الإسلام الإسلام هذه الكلمة قلتها في خطابك في مدينة ليميرو وخاصة هذه الجملة التي انتشرت ونشرت عدة مرات وأقتبس هنا حرفيا الإسلام دين يعيش اليوم أزمة عميقة في كل أنحاء العالم نهاية الاغتباس طبعا هذه الجملة قيلت في خطاب دام سبعين دقيقة ولكن كان هناك تركيز على هذه الجملة التي أغضبت الكثيرين الكثير من الناس ماذا تعني سيادة الرئيس بهذه الجملة أو بهذا التشخيص ما قلته للتو أنت على حق عندما تقول إن هذه الجملة أخرجت من سياقها في خطاب دام سبعين دقيقة ولكن ما أردت أن أقوله واضح جدا وهو أن هناك اليوم في العالم أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه ويقتلون ويذبحون ويدلون بخطابات تبرر نوعا من إخراج مجموعات بشرية من العالم هناك اليوم عنف يمارس من قبل بعض المجموعات وأفراد المتطرفين باسم الإسلام طبعا هذه مشكلة للإسلام لأن المسلمين هم أول الضحايا وكنت ذكرت بالأرقام أن أكثر من ثمانين في المئة من الضحايا هم من المسلمين وهذه مشكلة لنا جميعا وبالتالي كل الديانات مرت بمثل هذه الأزمة في تاريخها إذن هذه الأزمة ليست داخل الإسلام ولكن داخل المجتمع المسلم لكي نكون أكثر وضوحا الأزمة هي داخل مجتمعنا لأن هناك في أماكن كثيرة أفرادا يشعرون بأنهم غير مفهومين ويرتكبون الأسوأ باسم الدين وغالبا ما لا يعرفون هذا الدين جيدا بتواطئ من الذين يعرفون هذا الدين أفضل منهم أو بالأحرى يدعون معرفته فيرتكبون الأسوأ وأعمالا إرهابية أعمالا عنيفة جدا ومشاريع سياسية مخالفة تماما لقيمنا وللقدرة على العيش المشترك هذا ما يقود هؤلاء المتطرفين العنيفين إلى الإرهاب وهؤلاء الأشخاص خطر على مجتمعاتنا وهذا ما نعيشه هم خطر فتونس عانت من الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الإرهابيون في باردو والجزائر عانت عدة عقود من عملية إرهابية مروعة ارتكبها متطرفون باسم الدين أفغانستان أيضا واليوم دول الساحل تعيش ذلك وإفريقيا جنوب الصحراء ومجتمعاتنا ولا يمكننا أن نتصرف ولا يمكن أن نتصرف كأن شيئا لم يكن هؤلاء الناس لا يفعلون ما يفعلونه باسم شيء آخر وبالتالي هذا ما يفسر أهمية هذه اللحظة التي نعيشها ولهذا أردت أن أتكلم معكم لأنني أعتقد أنه من الحيوي بالنسبة لنا جميعا أن يكون المسلمون في كل أنحاء العالم متيقذين حول هذا الوضع أعني كل الذين يكافحون العنف وما من شيء يبرر هذا العنف يجب أن يجتمعوا كلهم خلف مبادرات علينا أن لا نطلقها لمكافحة الإرهابيين فحسب بل الذين يبنون هذه الأديولوجيات التي تبرر الإرهاب وبالنسبة لي هناك عنصر أساسي في المعركة التي نخوضها وهي أن هناك أديولوجية تطورت في العالم وأصبحت أديولوجية موت إذ حرفت الدين وهذا هو التطرف العنيف باسم الإسلام هذا ما فعلته القاعدة وتنظيم داعش ومجموعات الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومجموعات أخرى إذن هذه المجموعات الإرهابية خلفها أناس يدعون أنهم مبشرون ومفكرون ومنظمون بما في ذلك في مجتمعاتنا ويدلون بخطابات غير مقبولة أحيانا ولكنها تبرر اللجوء إلى العنف وبالتالي يتعين علينا أن نرسم خطوطنا الحمراء وخاصة بالإدانة الواضحة للعنف هذا خط أحمر وعندما أرى اليوم زعماء وأكرر السياسين أو دينيين يبررون الذبح أو قطع الرؤوس أو الإرهاب عندنا يعتبرون أنهم أهينوا أو جرحوا برسم فهؤلاء يختارون معسكرهم هؤلاء الناس عندما يحينوا وقت التوضيح ونتكلم مع بعضنا البعض هم لا يدافعون عن المسلمين في العالم بل يدافعون عن الإرهابيين ويبررون أعمال الإرهابيين يجب أن نتحلى بهذا الوضوح كلنا معا أقول ذلك لأننا مدينون برسالة حق وحقيقة لكل المسلمين في العالم ورسالة حماية لأنهم أول المهددين بهذا التحريف هذا ما أردت أن أقوله بهذه الجملة هناك إديولوجيا يحملها رجال ونساء يعملون بمنطق الموت ويحرفون دينا ويحاورونه ويبررون الجريمة ويبررون إرادة رفض العيش المشترك المسلمون في فرنسا بحاجة أقول المسلمين في فرنسا أو المسلمين الفرنسيين أو الجارية المسلمة بحاجة إلى رسالة طمأنة بالطبع لأن كل هذا له تأثير علينا نظرا لأن الفرنسيين المسلمين يشاهدون أحيانا وسائلكم فلا بد من القول إن هناك بثا لبعض صور العنف والمغالطات المنتشرة على شبكة التواصل إذن فنحن جميعا نتحمل مسؤولية طمأنتهم وأنتم أيضا ولهذا أنا هنا فقناتكم مهمة وشبكتكم الاجتماعية كذلك لأننا أحيانا يكون لدينا انطباع أننا لا نعيش في العالم نفسه ولا نسلط الضوء على الأشياء نفسها والدولة الفرنسية ليست دينية والمجتمع الفرنسي يستقبل جميع الأديان وكل الفرنسيات والفرنسيين عليهم أن يعيشوا دينهم بطمأنينة وكل الفرنسيات والفرنسيين مهما كانت أصولهم وكل الجنسيات الأخرى من المسلمين أيضا عليهم جميعا احترام كل قوانين الجمهورية وهكذا تسير الأمور على ما يرام ولكني أطلق رسالة طمأنة وسلام لأن مشروعي أو مشروعنا والذي على أساسه انتخبني الفرنسيون والذي هو نفسه مشروع فرنسا التاريخي مهمته الأساسية تحمل رسالة سلام بين الأديان لأنها رسالة معرفة وبناء العقل وأنا لا أهتم بما تؤمن به لكن أهتم بمعرفة ما إذا كنت تحترم كل قوانين الجمهورية ولن أقبل أبدا ألا تحترم قانونا من قوانين الجمهورية بدافع ديني إذا كنت تعيش على الأرض الفرنسية ولكن أريد أن تتمكن من الإيمان بإلهك مهما كان بطريقة هادئة ومطمئنة على أرضنا وعليه عندما ترتكب أعمال ضد المسلمين في فرنسا أقول لهم إننا لن نسمح بذلك هناك أحداث واعتداء وهناك أحداث متفرقة غالبا للأسف وهناك اعتداءات ضد مواطنين بغض النظر عند لهم سيد الرئيس تكلمتم عن النزعة الانفصالية هذه المفردة التي أصبحت في وقت وجيز منتشرة جدا والجميع يتحدث عنها ولدينا انطباع أن هذه الكلمة تصم أو تشوه المسلمين في فرنسا في خطابكم بمدينة يليميرو قلتم حرفيا إننا أنشأنا أو كونا نزعتنا الانفصالية بأنفسنا هل يعني هذا أيضا أن الدولة مسؤولة؟ نعم لقد قلت إنه كان ذلك على أي حال والسياسة التي نتبعها هي محاربة هؤلاء المتطرفين العنفين الذين يعملون باسم الإسلام لكن كان يجب على الدولة أيضا إعادة الانخراط في سياسة إزاء أبناء بلدنا الذين يعيشون على أرضنا ويشعرون بالتخلي عنهم وأنا أعي الوضع جيدا عندما تحدثت عن نزعة انفصالية ماذا يعني ذلك ولماذا يتوافق مع ما كنت وصفته لكم قبل قليل لأن هناك مجموعات أسميها المتطرفين العنفين الذين يعملون باسم الإسلام ويحرفون الدين ويعلمون ويفسرون في إطار جمعية مستخدمين كل الحريات والحقوق التي تقدمها الجمهورية ويعلمون أنه لا يجب احترام فرنسا ولا قوانينها وبطريقة ما يعلمون الخروج عن القانون يعلمون أن المرأة لا تساوي الرجل وأن الفتيات الصغيرات لا ينبغي أن يتمتعنا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأولاد الصغار لن يحدث هذا عندنا أقول هذا بكل وضوح لن يحدث هذا عندنا نحن نؤمن بالأنوار والمواطنات لهن نفس حقوق المواطنين وهي مسألة وجودية إذن أبدا أبدا لن نقبل جمعية وباسم الدين تقوم بالخروج عن هذه القوانين ومن يقول أن الطفلة صغيرة ليس لها حقوق مثل الطفل الصغير لا تتمتع بالتعليم ذاته ولا الفرص ذاتها وهذا ليس قانون بلدنا ومن أراد أن يفعل ذلك فليذهب يطبقه خارج فرنسا وليس عندنا وأقول أن هذه المجموعات الموجودة على أراضينا وتريد فرض قانونها الخاص وتفصل جزءا من المجتمع علينا المكافحتها بكل وضوح لأنها قررت الانفصال وأنا لا أقول هذا ضد المسلمين بل ضد هؤلاء المتطرفين العنيفين الذين لا يريدون احترام القانون وهذا هو مفتح حماية الفرنسيات والفرنسيين وخاصة للمسلمين لأنني لا أريد أن تقع طفلة صغيرة يجد والدها المسلمان أنفسهما في كنف جمعية وتعامل معاملة سيئة على أراضينا هذا لن نقبل به وعندما تكلمنا عن كلمة الانفصالية فالأمر ليس ضد أي دين بل ضد ممارسات معينة باسم الدين وهناك ممارسات أخرى موجودة على أرضنا من قبل مجموعات من أديان أخرى ثم قلت إننا لدينا مسؤولية لأنني حين أرى استراتيجية المتطرفين وأحيانا الإرهابيين يبنون كل خطاباتهم وأدبياتهم على المشاعر السلبية ويقولون للمسلمين إنكم أهنتم واستعمرتم وأنتم لا تعاملون معاملة حسنة في مجتمعاتهم طبعا نحن لدينا تاريخ وفيه حقبة استعمارية ونحن لا ننكرها بل نواجهها ولكنني أتعجب من رؤية خطاب المجموعات المتطرفة يجد رواجا في أوسط شباب لم يعرف أبدا الاستعمار ومنهم الموجودون في فرنسا منذ عدة أجيال ومثل ذلك يجد رواجا لأنه يستغل الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأعتبر أننا في فرنسا لم نقم بالعمل الكافي الذي يسمح لكل المولودين دين في فرنسا أو الذين قدموا إليها بالنجاح بنفس قدر المساواة وهنا يجب أن لا نخلط بين شيئين فالأمر لا علاقة له بالدين إلا نادرا بل إن الأمر له علاقة غالبا مع الاسم ولون البشرة أو مكان الإقامة إذن أنموذج الاندماج في فرنسا يتطلب تحسينا نعم يتطلب التزاما كبيرا وجماعيا لأننا لدينا اليوم ما يمكن أن أسميه العصبة أو المهنية التي تعطل المجتمع وتمس الجميع حتى الشباب الذين يقطنون في أحياء ليست بالضرورة فقيرة بل من الطبقة المتوسطة ولكن هذه العصب والمهنية تتعرض أكثر لشباب الطبقة البسيطة والذين ينحدرون غالبا من أصول مهاجرة ولهم لون بشرة مختلف وهذا واقع ولا أشيح بوجه عنه إذن علينا العمل أكثر من خلال سياسة الإسكان قد بدأنا منذ ثلاث سنوات ليكون الحصول على السكن أكثر توازنا ومن خلال سياسة التكوين وجهود أكثر في مجال العمل والحل في الأحياء البسيطة لتفادي وقوع الشباب في شراك الجمعية المتطرفة والعنيفة هو إيجاد الحلم الجمهوري الفرنسي وأن يكون أمام الشباب فرص اقتصادية وتأسيس شركات ويكون أبطالا في السينما ويكون أبطالا وبطلات في الوسط الأكاديمي الفرنسي وفي مجال البيئة العلمانية الفرنسية لدينا انطباع بأنها حساسة جدا للمسألة الدينية عموما وأحيانا هناك انطباع أن بعض الأديان لها حساسية من العلمانية الفرنسية وحتى الآن لم أرى أي شخص أعدم باسم العلمانية الفرنسية وآمل أن يكون الجميع واضحا هكذا الخط الأحمر إن طرفا يحكم بالإعدام أو يبرر عملا عنيفا هو بالنسبة لي في الجهة الأخرى وإذا كنا واضحين في هذه النقطة فإننا قد حققنا تطورا عظيما خلال هذا البرنامج بعيدا عن العنف والإعدام قلت العلمانية الفرنسية لن انطباع بأنها حساسة من المسألة الدينية وخاصة الإسلام وبعض مظاهر الإسلام فالحجاب لدينا ثلاثون عاما ونحن نتحدث عن الخمار والحجاب الإسلامي لا يوجد مثل هذا النقاش في بريطانيا ولا في دول أوروبية أخرى ومن بعيد نرى هذه الحساسية لماذا يترى سأقول لك لماذا هناك فرق وما هي العلمانية ولماذا هناك فوارق مع مجتمعات أخرى لا أقول إننا أفضل في فرنسا ولكن سأشرح لك لماذا فالعلمانية هي في إمكانية الإيمان أو عدم الإيمان في أن واحد من دون أن يكون هناك تبعات على مواطنتك إذن هي قانون حرية وهذا ما يجعلنا في فرنسا نؤمن أو لا نؤمن وسأدعوك للنظر في هذا المثال دول كثيرة أحيانا تعطينا دروسا ولكن لو رأيناها كيف تعامل مواطنيها المختلفين في الدين هل لهم نفس الحقوق في الغالب لا وأتابع القول إن العلمانية هي مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة وهي أن الدولة محايدة ولا تنشغل بأمر الدين ولا تمويله ولا تنظمه والعاملون في الوظيفة العمومية عليهم من باب الحياد ألا يظهر أي إشارات أو علامات دينية لاستقبال الجميع ومدرستنا التي تعلم عقولا ليست راشدة تضمن فضاء حيديا بلا رموز دينية ويمكن أن نرى الرموز الدينية في الجامعة ولكن مع كل هذا العلمانية لا تعني محوى الدين وهذا غير صحيح وفي المجتمع كل الأديان تتعايش وترون الحجاب في الشارع وآخرين يلبسون صليبا أو قلن سوى أحيانا هناك خلط ولكن ليس لدينا خلط في فرنسا هناك فضاء حيادي عندنا تكون الدولة حاضرة إذن أقول بكل وضوح في فرنسا مبدأ العلمانية ليس له مشكل مع الإسلام كدين والواقع وحينما تم تنظيم المسألة الدينية في فرنسا كان حضور الإسلام قليلا جدا في فرنسا أما الحضارة الإسلامية فلها تاريخ مع بلدنا وقد قدمت كثيرا لبلدنا منذ قرون علماء اهتموا بها ولدينا علاقة قوية مع إسلام الأنوار ولكن حينذاك لم يكن هناك مواطنون مسلمون في فرنسا في عام 1905 مع موجات الهجرة في الستينات والسبعينات التي تواصلت في العقود الأخيرة كبر الإسلام في بلادنا والأرقام ليست دقيقة لأننا لا نجري إحصاءات على أساس ديني ولكن بعض المعاهد تقول إن لدينا ما بين أربعة إلى ستة ملايين فرنسي يدينون بالإسلام إذن ليس لدينا مشكل مع هذا الدين الذي هو دين الملايين من مواطننا بعد أن قلت هذا نسأل لماذا الوضع مختلف عن بريطانيا لأننا لسنا بلدا ولا مجتمعا متعدد الثقافات صحيح أن الدول الأنجلوسكسونية ودولا أوروبية أخرى بنوا مجتمعاتهم بطريقة مختلفة جدا مع الدين وأذكر أن بريطانيا ما زالت مملكة برلمانية ولها علاقة بالدين وتأسست مع آلام شهدها القرن السابع عشر إذن العلاقة مع الدين ليست هي نفسها لأنها ثمرة تاريخ مختلف ولكن الدول الأنجلوسكسونية لديهم تعدد ثقافات يجعل من الأديان تتعايش هل هم أفضل منا؟ أنا لا أحكم ولكن مختلف ومعك حق ولكن أريد أن أقول كلمتين حول الأنموذج الفرنسي لأنني أؤمن به بعمق ولا أؤمن بأني أكافح ضد هذا الدين أو ذاك بل أنا أريد أن كل الأطفال الذين ولدوا أو قدموا إلى أرض بلادنا أن يعيشوا سعداء وفنسجام لأنني أعتقد أن الطموح الفرنسية يتسم بشيء فريد وهو أنه يمكن أن تكون لدينا نفس النظرة للعالم لأننا مواطنون من البلد نفسه وبإمكانك أن تؤمن أو لا تؤمن ولكن يجب أن نتحاور ونحترم بعضنا من أجل الاشتراك في نظراتنا للعالم أي علينا أن نعرف كيف نعيش معا بكل ما تعنيه الكلمة ونعرف كيف نتفاهم ونقبل الآخر لبناء وجود مشترك وعلينا بذل الجهود ليعترف كلنا بالآخر مهما كان دينه ويعانقه ويسمح له بالعيش بسلام وعلينا أن نكون في حوار دائم لبناء منظومتنا القانونية الخاصة بنا وليس باسم دينك تخرج من إطار المواطنة وأيضا ليس باسم المواطنة نحارب دينا هذه هي رسالة فرنسا وقد قامت في وقت معين بنشر هذه الرسالة في الشرق الأوسط ولا يجب أن ننسى هذه الرسالة عندما نرى جنون العالم الذي نعيش فيه وفضضته وقسوته فهذا بسبب أن أناس من بلد واحد لا يريدون بناء القانون معا وليس لهم نفس النظرة للعالم وهمهم هو أن ينتصر دينهم على دين آخر ولأجل هذا أقول وبكل تواضع وصداقة بكل معنى الكلمة مع كل المسلمين لا تسيء فهم حرية التعبير في فرنسا فهي ليست بأي حال شيئا يتعرض لكم أو يجرحكم ولكن أعينوني على الدفاع عنها أولا لأنكم في بلدانكم في وقت سابق قد حصلتم على هذه الحرية وربما قد نسيتم طعمها ولا شيء أجمل منها ولكن أعينون لندافع عنها لأن هذا هو شرط استطاعاتنا للعيش معا وإلا فإن حياتنا ستكون فقط هؤلاء يعيشون ضد أولئك لا أقول إن الأشخاص مثاليون ولا أقول إن ما جرحكم بريء ولكن الضرورية هو ما يمكن فعله والآن علينا أن نتفهم لماذا تسبب ذلك في جرح المشاعر وعلينا محاولة تقليس حجم سوء الفهم ولكن فرنسا بقيامها وبكفاحها الذي نقوم به اليوم يمكن به أن نبني أنموذجا مستقبليا للعيش المشترك بين مواطنين مهما كان دينهم سنقوم بقفزة في المسائل الدولية والعلاقات الدولية مع تركيا ماذا يحدث بينكما؟ أحيانا حلفاء وأحيانا لستم على نفس الموج من التفاهم في سوريا في ليبيا هناك خلافات بينكما حاليا أين تتجه علاقاتكما؟ أرغب في أن أقول كثيرا من هذا يتعلق بالرئيس أردوغان من جانبي أؤمن بالصداقة والاحترام ولم يسبق لي أن شتمت زعيما عالميا مهما كان أبدا وأنا أحترم الرئيس الذي انتخبه الأطراك وأنا أقف مع تركيا وتزامنا مع حديثنا ضرب زلزال تركيا وبالمناسبة أقدم تعازي للشعب التركي وأشير إلى أننا عرضنا فورا المساعدة بإرسال فرقنا الإغاثية لمساعدة الناس فتركيا شعب عظيم بعلمه ومعرفته وانفتاحه ولنا معه روابط أكاديمية وتاريخية شعب عظيم وقد استلهموا من تاريخنا ماذا يحدث اليوم تركيا لها أطماع إمبريالية في المنطقة وأعتقد أن هذه الأطماع الإمبريالية ليست أمرا جيدا لاستقرار المنطقة وما حدث في سوريا أعتقد كان مفاجأة وعدوانا لكثيرين من الحلفاء والولايات المتحدة وقد كانوا موجودين على الأرض كان لدينا حضور جوي في إطار التحالف الدولي وقاتلنا داعش في سوريا بفضل القوات الديمقراطية السورية وبفضل المحاربين والمحاربات الكرد شجعان وكنا بصدد الانتصار على داعش فقامت تركيا باحتلال سوريا لمحاربة من كانوا حلفاءنا بالأمس في ليبيا آسف لعدم احترام مخرجات مؤتمر برلين وقلنا جميعا بكلمة واحدة علينا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا ولا نسمح لأي مقاتل أجنبي أن يدخل ليبيا وبينا أكثر من مرة أن دولا كثيرة اخترقت هذا الحظر ومنهم تركيا ليست الوحيدة ولكنها فعلت وأعتبر أن هذين المثالين يوضحان أن لدى تركيا سلوكا عدوانيا إزاء حلفاء ناتو وما قامت به شرق المتوسط كان عدوانيا جدا ضد اليونان وهما بلدان أوروبيان ونحن ندعم سيادة أوروبا أذكر هذا لأشرح لكم أنني لم أتصرف أبدا بسلوك عدواني مع تركيا أو رئيسها ولكن أعتقد أننا لن نقبل فرض الواقع وهي الاستراتيجية الحالية للرئيس التركي وأنا أعتقد أنه حينما نكون حلفاء وأصدقاء فعلينا أن نقول الأشياء على حقيقتها وعلينا تحديد الخطوط الآن ما هي رغبتنا؟ هو أن تهدأ الأمور وأن تحترب تركيا أو يحترم الرئيس التركي فرنسا يحترم الاتحاد الأوروبي وقيمه لا يقول أكذيب ولا يتلفظ بشتائم والأمر سيكون رائعا حينها وهو الحد الأدنى المطلوب ثم على الرئيس أردوغان أن يكون في مستوى تاريخ بلاده ويتوقف عن شن تصرفات من جانب واحد إزاء عدد من الأوروبيين هذا ما أقوله وما هو أملنا إذا تجاهلنا كل ما قام به بكل وضوح أنا أؤمن بالسلام وأن نلتزم بعلاقات سلمية وتعاون أكاديمي جمعي ثقافي واقتصادي ولكن قبل هذه العلاقات لا بد من مشاعر الصداقة واللياقة والوضوح الذي ذكرته وقد تراجعنا في الأسابيع الأخيرة دعني أضيف شيئا الموقف ليس موقفا فرنسيا من تركيا بل أوروبيا وفي المجلس الأوروبي هناك إجماع على دعم فرنسا والرئيس شارل ميشيل دعم فرنسا بوضوح في الهجومات التي تتعرض لها اليوم وذكر تركيا بواجباتها سؤال أخير سيد الرئيس هناك حجر في البناء الحضاري بين فرنسا والعالم العربي وهو حجر رشيد الذي اكتشف عام 1799 على يد الباحث الفرنسي جان فرنسوا شامبوليون هذا المثال من العلاقات الثقافية كيف يمكن تعزيزه مستقبلا؟ وهذا سؤال الأخير شكرا بأن نختتم بذكر الروابط الحضارية والمعرفية كيف نعزز هذه الروابط؟ نعززها بالمعرفة المتبادلة قلتها في السياسة التي نعتزم انتهاجها سنقوم بالاستثمار في التعليم العالمي والبحث الأكاديمي والثقافي لإنشاء كراسي في الجامعة الفرنسية حول المغرب العربي والشرق الأدنى والأوسط حول الحضارة الإسلامية ومضاعفة الشراكات التي قمت بها منذ انتخابي ولكن كلنا بحاجة للتعرف على حضاراتنا إذن أعتقد أن الزمن حجر رشيد ما زال حيا وقد أصبت حين ذكرت هذا المثال هناك أمثلة أخرى طبعا ولكن أعتقد أن السبيل الذي علينا أن نسلكه هو سبيل المعرفة والعقل والتعاون العلمي والأكاديمي والتربوي وما يغذي الخوف هو عدم الفهم وما يغذي الكراهية هو الجهل وطغاة العالم يحرصون على هذا إذن السلاح الفعال ضد الطغيان والتطرف والمعرفة والفهم معرفة وجه الآخر بكل أطيافه وملامحه والقدرة على النظر في وجه الآخر المختلف عني حضاراتنا نساء ورجال هذا شيء مهم جدا إذن علينا مواصلة الصناعة التاريخ من خلال الاستثمار في معرفة حضاراتنا وإنشاء كراسي جامعية مشرقية وعربية بشأن الحضارة الإسلامية والأوروبية وعصر الأنوار والفلسفة الفرنسية والثقافة الفرنسية وتطوير جامعي لمعرفة الحضارة الإسلامية أكثر وتعزيز المناظرات الأكاديمية لأن المناظرات حين يقوم بها العلماء من الرجال والنساء تتوقف المعارك ويتاح التعليم لكل فرد إيمان عميق بهذا أؤمن بالعلم بالاحترام المتبادل وبالمعرفة ولكن في المرحلة المقبلة أمامنا معارك شديدة وصعبة لأن البعض قرروا اليوم القيامة بالأسوأ وفي معركتنا ضد الجهل وضد الحقد سأحتاج إلى مساعدة كل حسني النية مهما كان دينهم شكرا على قبولكم الرد على أسئلتنا خاصة أن هذا الحوار يتزامن مع عيد ميلاد الجزيرة الرابع العشرين لعيد ميلاد الجزيرة شكرا على المتابعة